يعني ملاحظ ان مستر مانويل وانتو كلكو كجهاز واخدين المباراة كمباراة عادية مستر مانويل رافض اي شيء يختلف عن اي مباراة محمد احنا لحد الوقت ما فيه اي حاجة حصلت غير ان احنا عوضنا فرق النقط وتقدمنا ببعض النقط ولكن الدوري ليست في الملعب انتافح عشان يعني ربنا يكرمنا وانتعرف يعني ده طريقتنا في الشغل مفيش حاجة حصلت خالص غير لما يبقى فرق النقط اللي عندنا اكتر من عدد المباراة المتبقية تمام كده وده اللي احنا موصلين للاعبتنا وموصلين لكل الاجواء اللي في التدريبات هي ده ان احنا بنكافح ومزلنا نكافح لان ما فيش اي حاجة غير ان احنا يعني طبعا عندنا معنوات كويسة الحمد لله نتيجة لكل المباراة اللي احنا لعبناها في الفترة الاخيرة كان فيها اداء وكان فيها نتيجة الحمد لله هل كابتن ناجي بالنسبة للتدريبات الواضح الحماس كبير جدا بين اللعيبة اكيد الكل عايز يشارك يعني طمنا كده على والله والله محمد ده يعني عايز يعني من خلال برجام جات اشكر اللعيبة لان منتهى الاحترافية ومنتهى الالتزام ومنتهى الحرص على يعني يعني اداء واجباتهم بشكل جيد جدا بيسمعوا كلام جهاز مستر منول يعني عامل جوه اثري غير عادي اتمنى ان ان شاء الله ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما انت بتقول ان ربنا ما بيجيبش التوفيق لأي حد ربنا بيجيب التوفيق للي يستحقوا يعني وانا كافي من اللعيبة دي مجموعة يعني ربنا يحفظهم من كل سوق لان هم سهلا على قدر كبير من تحمل المسؤولية اتمنى لهم ان شاء الله ربنا يوصقهم ويكمل لهم على خير ان شاء الله الحمد كنت ناجي بعد مباراة الاسماعيلية انا قررت لك تصريح قلت انا بس انا بقول لحلك السؤال ده عشان تطامن جمهور النادي الاهلي ان يعني الخطئين اللي حصلوا من احمد عادل ده حاجة طبيعية جدا وبتحدث في كرة القدم فمفيش ده ان احنا نضخم الامور يعني مفيش ده ان احنا نعم فرط وانا انا بتكلم مع العادل بالشكل خاص جدا مش عايزين نبص على اخر لقطة بالضبط يعني احنا احمد عادل بقى له من ساعة مالية لحد المطشة اللي فات بالضبط من المتميزين في الملعب يعني من ساعة مطشة زمالك في الدور الاول يا كبت وانا التناء غير عادي من كل الناس والناس الانقاذ اللي عمله شابهو بالحضر ودروكبا وعنده انقاذات انفراضات وعنده شغل جامد جدا عامل احمد عادل انا التفريح اللي انا قلته انه هو عنده يعني تشتيتين او تشتيتة او تشتيتين يعني مش في توقيتهم او فيهم خطأ ده بيحصل مع كسية وبيحصل مع احد الحراف في العالم بطمن جناهير النادي الاهلي طبعا ان احمد الحمد لله يعني درجاته في كل المباريات ما بتقلش عن 8 من 10 او 9 من 10 ان شاء الله كمان مباريات الزمالك وزي ما انت قلت هو متعود على الايجادة في مباريات الزمالك لاب مباريات الزمالك في الدور الاول ولاب وهو من ساعتها وهو للحرس الاساسي اه بالضبط كذا فعلا يعني الحمد لله وانا طبعا ثقة فيه كبيرة جدا 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 ان ان شاء الله يكون هو مع كل اللاعبين والجهاز والنادي ان شاء الله يكونوا يعني يهدوا جماهير النادي الاهلي ويهدوا النادي ان شاء الله مطولة الدور باذنه باذن الله كابتل ناجي كانت لفتة طيبة جدا من نكو كجهاز ومن الكابتل احمد ناجي ان رمزي يكون موجود في التدريبات وتدرب مع الفريق وكان مستر مانو اللي قال له انت في بيتك فكان يعني اعتقد انها لفتة طيبة جدا جدا لانسان محترم اسمه رمزي صالح بغض النظر عنه كان نعيف نادل قالي لكن هو انسان محترم ومؤدب جدا يعني وحسام غالي كان بيجي يتمرن مع النادي الاهلي وحسام غالي كان بيجي يتمرن مع النادي الاهلي وحسام غالي كان كل اجازاته في النادي الاهلي انا رمزا ما كان في المانيا كان كل اجازاته مع فرقته بيجي تمرن مع الشرق كل سامير كان مونة كان اجازاته مع فرقته كل الناس ده اللي بيخش النبي الاهلي فده ريته فعلا ده من سلمانه قال بالاضافة ان رمزي من الناس الحبوبين جدا وولد يعني على خلق راق ممتاز ممتاز يعني عايز اقول ان الاندية في مصر رمزي حارس ممتاز جدا 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 والحمد لله بنجهزه بشكل جيد ان شاء الله وحيبقى يعني اي نادي يعني يحصل على توقيع رمزي حيكون هو الكزان يعني ان شاء الله اكيد اكيد بازن الله تعالى كانت الناجي اخيرا عشان ما اتقلش عليك طبعا اكيد مشغول افنا اعز اسمع منك كلمة لجماهير مصر في مباراة الاهلي والزمالك انت انت تكلمت قبل انا ما هتكلم على على السلوك الحضاري جدا اللي كان عليه جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي الاسماعيلي وفي مباراة الاسماعيلي اللعيبة والجهاز برضو انا اعزل في تنظر يا محمد لحاجة صد لك جهاز نادي الاسماعيلي احمد كابتن اناد سلمان احمد اناوي ايمن الجمل كابتن الضهراوي كلهم على خلق عالي جدا طبعا طبعا عمل الكل اللي كان حاصل في الملعب يعني ما كانش في حد واقف على الخط عمال يسخن ولا عمال يعمل الحاجات اللي هي بتبقى موجودها مش كويس على الملعب وعلى الجماهير وعلى المدرجات والناس محترمة جدا اناو محترم جدا ايمن الجمل محترم جدا الضهراوي محترم جدا كابتن سلمان طبعا رئيس الجهاز على قدر كبير جدا من الوعي فده اللي خلق الملعب اتمنى يا محمد ان الدكتين برضو في مباراة الاهل والزمالك يكونوا على قدر كبير من الوعي وطبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم ببقى فيه هدوء كويس عشان ده حيتنقل الجماهير وتنقل الملعب علشان دي بلدنا زي ما انت اقولت احنا مش محتاجين يعيش تخلى البلد دي تبقى في حاجة يعني هي غريمة عنها احنا عايز ي liderه with heaven best الزهرام احنا اهم بكتير جدا من احنا احنا اللي بكتير الناس او نبقى يعني نبقى عامل مساعدة علي الناس اكيد كابتن ناجي و هو مين حارس عيون مصر يا كابتن ناجي حارس عيونك يا مصر وهاجمن اكون حارس وعشان عيونك يا مصر قرر تكون فارس ده الدوان الجديد بتاعي خلال الإسبوع الجاي حيكون في المكتبات وأنا بهديه لجمائير المصر وجمائير النادي الأهلي واللي طورت مصر طورت 25 يناير حارس عيونك يا مصر ده الدوان الشهر الأول إن شاء الله يكون في المكتبات خلال الإسبوع الجاي إن شاء الله بعد ما تخلص الدوري إن شاء الله يكون لنا أعدى مع بعض ونشوف أنا مفتقدك جدا هنفضى إن شاء الله ونعد إن شاء الله كنت ناجي بالتوفيق شكرا جزيلا